موسيقى بهدف رفع الروح المعنوية وتأهيل وتطوير المقاتلين في وقت السلم وبعد الاستقرار الأمني لقاطع مسؤولية قيادة فرقة المشاتر الرابع عشر بدأت عملية الإدامة العمرانية لجميع أقسام وشعب الفرقة وذلك بالاعتماد على الجهود الذاتية والمعدات والآليات الهندسية بعد استلام مقر الفرقة واستلام قاطع المسؤولية تم بناء أماكن السكن المراتب لمنتسبي مقر سرية المقر الفرقة بالإضافة إلى أماكن راحة ومنام لمنتسبي أقسام وشعب الفرقة بالإضافة إلى بناء مقر كامل لسرية المقر وقسم تدريب وبشاور قانوني وشعبة إعلاب وبهو ضباط وغرفة حركات لمقر الفرقة نحن قريبين من المقاتلين أبوابنا مفتوحة ووفق السياقات المعمول بها يعني المقاتل من رئيس عرفاء السرية إلى آمر سرية إلى رئيس الأركان الفرقة وبالإمكاني ضمن إمكانية آمر سرية تحل مشكلته هذا وليس ضمن إمكانية آمر سرية ضمن إمكانية رئيس الأركان الفرقة وأبوابنا مفتوحة وغريبين نحن من مقاتلين ونذلل للصعوبات أمامه نلتقي بمدير قسم التدريب في قيادة فرقة المشات الرابع عشر وحدثنا عن عمله في هذا المكان السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله تم إكمال قسم تدريب فرقة أربعة عشر من كافة النواحي التقييم يجري من خلال الزيارات الميدانية لمقرات وتشكيلات فرقة أربعة عشر للوقوف على مستوى التدريب فتح دورات لتطوير القوى العضلية والبدنية ومن خلال المهارات وخلال فترة عاد تنظيم فتح دورات لتطوير القابلية البدنية للمقاتلين شهدت الفرقة إنشاء باب النظام وساحة العرضات وبناء غرفة حركات مميزة بكافة المتطلبات من الناحية الفنية والإدارية مع إكمال جميع الأمور الخاصة بالبنى التحتية التي تخدم الفرقة ومنتسبها يبدأ النهور الساعة ستمية بعدها سيدي يبدأ لتقديم العرض الصباحي وذلك يهميته لمتابعة مقاتلين من ناحية القيافة العسكرية ومن ناحية التدريب بعدها سيدي يبدأ لتوجه إلى كل من حسب عمله حسب واجبه حسب السياقات العسكرية المعمول بها التدريب بدني عامل وهم وأساس المقاتل لرفع معنوياته والناقل البدنية وإن شاء الله نحن نباشر حسب منهجه في مقر في القربة 14 لإعلام مزارة الدفاع المقدم حمد الطائي